باكورة مشاريع فك الاختناقات المرورية تجسهد بافتتاح مجسر الفنان فائق حسن رئيس مجلس الوزراء محمد شاع السوداني وفي افتتاحه المجسر الذي استمر العمل فيه نحو أربعة أشهر جدد ارتزام الحكومة وجديتها في إنجاز جميع مشاريع فك الاختناقات المرورية التي تم الإعلان عنها قدمنا هذا المنجز وهذا بداية إنجاز باقي المشاريع التي تمضي وتنفذ وفق التوقيتات بل أقل مما مقرر يعني هذا المشروع الفترة التعاقدية 300 يوم إنجز 105 يوم وأيضا هذه ميزة لأول مرة المواطنين يشوفون مشروع ينجز بفترة قياسية وتضمنت الحزمة الأولى من مشاريع فك اختناقات بغداد المرورية 19 مشروعا تشمل تطوير واستحداث الطرق والجسور في جانبي الكرخ والرصافة فضلا عن الطرق الخارجية التي تربط العاصمة بالمحافظات الوسطى والشمالية والغربية وتتولى شركات عراقية وصينية وتركية تنفيذها بحسب وزير العمار والإسكان وتتركز الزحامات المرورية في مركز المدينة حيث تكتض مركبات النقل الخاص والدوائر الحكومية والوزارات والمؤسسات خاصة من بدء ساعات العمل الرسمي أو نهايته ما دفع مقتصين ومواطنين للمطالبة بإيجاد حلول من بينها تقليل استيراد السيارات وتفعيل نظام النقل العام استيراد العشوائي للسيارات بشكل ماخذته بعض الفئات لتحقيق أعلى الأرواح بنفس الوقت اختيار السيارات التي لا تخلق مشاكل بيئة أو ما بيئة بالبلد أصبحت مشكلة كبيرة هذه لا بد من لاجهة وكثرت السيارات بشكل رئيسي سبب رئيس الازدحام سيارات النقل العام التي هي المصلحة سابقا تسمى هذه لو كثرت وتشيل أكبر عدد يمكن تقلل من الزجحامات الكثرة للسيارات الصغيرة التي عددها كبير جدا أكيد تسبب الزجحام بالشارع وخاصة ما تلتزم بنقاط المرور أو الوقوف ورغم ما تشكله الجسور والشوارع الجديدة من حلول لمشكلة الاغتناقات المرورية إلا أن المطالبة تتواصل لإخراج السيارات القديمة من الخدمة وضبط النظام المروري فضلا عن التوسع الأفقي للسكان باتجاه أطراف بغداد أو أماكن أخرى بعيدة عن مركز المدينة قيمة الخسائر المادية المتأتية من الاختناقات المرورية تصل إلى نحو 500 مليار دينار عراقي سنويا جراء احتراق الوقود أثناء توقف السيارات وهو ما يعادل تكلفة إنشاء 11 ألف كيلو متر من مسارات الطرق من بغداد سرمد القاص الحرة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة